ياهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا يعني بكل حلقة قد يكون ساعدين وفخرين بكل إنجاز أردني لما يكون على مستوى فردي أو مستوى مؤسسات دائما فهذا شيء ينم عن جهد وعمل وإنجاز مهم أيضا على مؤسسات والأردنيين في كل المجالات وزارة الصحة تحصل على جائزة الحكومات الاجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي لعام 2023 عن فئة أفضل محتوى عن قطاع الصحة للحديث أكثر بسعدنا يكون معنا مدير مدرية التوعية والإعلام الصحي الدكتور غيث عويس أهلا وسهلا فيك دكتور ويعطيك ألف عافية وألف مبروك أيضا الجائزة ونبارك أيضا لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وأيضا الأمن العام على هذا الجهد العظيم الذي فازه أيضا من خلال هذه الجائزة ماذا نقول في البداية وحكينا أكثر عن هذه الجائزة من الله يعطيك العافية ويسعد صباحك وصباح وطننا الجميل أولا دعني أشكرك على التقديم الرائع هذه الجائزة هي تعزيز للنهج التشاركي تعزيز للحكومات الاجتماعية طبعا محد الحكومات الاجتماعية في مقرف الإمارات تم عرض هذا الموضوع السنة الفائتة في نهاية السنة وتم مشاركة الأردن في هذه الجائزة الجائزة هي عن أفضل محتوى على قطاع الصحة عندما نحكي عن أفضل محتوى ليس فقط في المعلومات الطبية والصحيحة وهناك عدة معايير لهذا الموضوع شاركت وزارة الصحة من خلال الطرق الرسمية طبعا خلال المخاطبات الرسمية ونظرا لأهمية معرفة دور وزارة الصحة في الأردن ومستوانا على الناحية الإقليمية أو الناحية العربية وبمعرفتنا بمشاركة دول كبيرة في هذا الموضوع الدول التي شاركت هي السعودية والإمارات مصر العراق وأيضا من مغرب الأردن المغرب ومن مغرب الدول العربية المغرب وتونس شاركت في هذه الجائزة لذلك وجودنا بين هذه الدول وتقييم خلينا أحكي من قبل هذه الجائزة لتصنيفنا بين هذه الدول في المحتوى وفي وصولنا للمجتمع من قطاع الصحة كان مصدر فخر وأسعدنا وطبعا إنجاز وزارة الصحة مثلا بإدارة الرعاية الصحية الأولية ومن ثم مديرة التوعي الإعلام الصحي بشكل عام لكل الوزارة هو فخر وأسعدنا وجودنا ومشاركتنا في هذه الجائزة التي عرضنا فيها دور وزارة الصحة والنهج التشاركي والشفافية ومشاركة المجتمع من خلال رسائلنا يعني نحن نتعامل مع المجتمع بشكل عام نأخذ من المجتمع ونعطي للمجتمع المجتمع شريك معنا في كل أمورنا التوعوية في الأردن ممتاز نيوم عندما نتحدث عن هذه الجائزة كأفضل محتوى عن قطاع الصحة وهذا شيء مهم يعني كثير من الناس اليوم حتى أنا لما أريد أن أخذ أي معلومات عن الموضوع الصحي تلاقيني بدخل على وسائل التواصل الاجتماعي على السوشال ميديا بسأل وستفسر كمحتوى فهذا الدليل أنه همية وقوة المعلوم الموجود اليوم في المحتوى عند وزارة الصحة نحكي أكثر عن هذا الموضوع وأهمية والمعايير التي اعتمدتها حتى فستوا من خلال القائمين على هذه الجائزة نعم أولا المحتوى تم تصنيفه من خلال 15 معيار بالمتوسط لأربع جوائز التي كانت موجودة في المسابقة الخمسة عشر معيار قسموا إلى شكلين أساسيات أو نهجين أساسيات أولا اللي هو خلن نحكي الكمي أو اللي يصنف أيضا بالرقمي والنوعي أو كيفية الرقمي وهو كانت هناك عدة معايير موجودة فرعية لقياسها ومنها الوصول للمجتمع عدد المشاهدات عدد الاستجابات والتفاعل مع الجمهور والكمي وهو كيفية وكان عبارة عن كيفية أداء هذه الرسائل المحتوى وما يتضمن من دقة وإبداع فكرة إبداعية في هذا المحتوى ومن ثم رفع مستوى الوعي المجتمعي وبالتالي أيضا دور المجتمع المحلي بالمبادرات التي حصلت بعد هذا الإنجاز من التوعية والإعلام الصحي ممتاز اليوم أيضا عندما نتحدث عن هذه الجائزة أكيد سيكون لها حافظ أكبر وأكبر نشتغل على المضمون على المحتوى تعطينا دائما جهد أكثر حتى نحافظ على هذا المستوى ومن زايد لزايد ما هي الرسالة اليوم بعد هذه الجائزة التي أخذتمها؟ طبعا رؤيتنا في مديري التوعي الإعلام الصحي أو رسالتنا في مديري التوعي الإعلام الصحي أن نستمر في نهجنا التشارك ومؤتعزيز التشارك مع مجتمعنا ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المحلي أيضا نحن الآن في وزارة الصحة انتهجنا هذا النهج وهو نجاح لوزارة الصحة وأنجاز لوزارة الصحة نسعى لتعزيز هذا النهج وأيضا تطلع للمشاركة في فعاليات أكبر ولمعرفة المستوى الذي حصلنا عليه والحمد لله هذا كان في مجهود الطاقم الذي قام في هذا العمل والمجتمع المحلي الذي عاوننا من خلال صفحاته ونشر رسائلنا التوعوية أكيد نحن نشكركم ألف مبروك دائما دكتور وألف مبروك لكل الفائزين اللي دائما يسعوا لأن تكون كافة الخدمات والجهود المقدمة في كافة مؤسساتنا مميزة وفي المقدمة مرة ثانية بشكرك دكتور يعطيك ألف عافية وجهد مشكورة إن شاء الله الله يعطيك ألف عافية اشتركوا في القناة